السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نستعمل الجي لابل إلى حد الآن رأينا الجي فرايم رأينا الجي بوتون رأينا كيف نستعمل الـ Action Listener عشان عندما نضغط على بوتون فيه أكشن تصير سنرى الآن الجي لابل إذن سأنتلق من الكود اللي سويته في الفيديو السابقة إذن أذكر أن الكود يقوم بإتباعة بي 1 عندما أضغط على بي 1 بي 2 عندما أضغط على بي 2 يحتوي هذا الكود على كلاس اسمع بوتون أكشن إكستانس لجي فرايم أمليمانس أكشن لسنر قمت بإنشاء بي 1 و بي 2 إذن عرفت ثين بوتون أنشأتهم داخل الكونستركتر بوتون أكشن حددت تايتل للنافذة حددت السايز لهذه النافذة ثم أضفت البي 1 و البي 2 لأنشأت عفوا بي 1 و بي 2 وقمت بإضافتهم للجي فرايم ثم قمت بربط البي 1 و البي 2 مع الأكشن لسنر بين قوسين هذا أبجكت نوعه أكشن لسنر لماذا؟ لأن هذه الكلاس أمليمانس لأكشن لسنر قمت بتعريف محتوى الميتود أكشن بيرفورمت والتي هي معرفة داخل أكشن لسنر لكن محتوىها غير معرفة إذن اسم الميتود موجود داخل أكشن لسنر قمت بتعريف محتوى هذه الدالة اللي هو هنا وهذه الدالة تقوم إما باتباعة بي 1 عندما أضغط على بي 1 أو بي 2 عندما أضغط على بي 2 في المين متود قمت فقط بإنشاء أبجكت نوعه بوتن أكشن إذن في هذا المثال سأضيف glabel glabel l أقوم بإنشاء هنا إذن l يساوي new glabel بين قوسين سأحدد عنوان أقول مثلا empty إذن فارغ إلى حد الآن وأضيف هذا الجي لابل إلى الجي فريم these dot add بين قوسين l ونفذ هذا البرنامج سنرى على ماذا أن نتحصل إذن نتحصل على هذه النفذة تحتوي على two buttons b1 b2 والكلمة empty إذن اللابل أو الجي لابل هو مثل الجي بوتن لكن لا يعتبر الزر هو مجرد message كلام جملة يمكن أن نطبعها مباشرة في الجي فريم إذن نفس البرنامج يقوم بتباعة إما بي وان أو بي تو سأقوم بتغيير هذا البرنامج عشان يصير عندما أضغط على بي وان يقع تباعة الكلمة بي وان هنا عوض عن أمتي إذن كيف أعوض أغير الكود هنا عوضا أطبع بي وان سأكتب L دات ست تكست ست تكست هي دالة تقوم بتغيير التكست الموجود في الجي لابل هنا سأضع بي وان أطبع بي وان في الال أو أطبع بي تو L دات ست تكست بي تو إذن صار البرنامج عندما أضغط على بي وان سيطبع لي بي وان في الجي لابل و بي تو عندما أضغط على بي تو ونفذ هذا البرنامج إذن في البداية أمتي أضغط على بي وان يصير هنا عندي بي وان أضغط على بي تو يصير عندي بي تو بإمكانكم طبعا أن تغيروا هذا البرنامج تسوي له Adapt للتمرين الذي تريد أن تحلوه أو البرنامج الذي تريد أن تكتبوه تعلمتم إلى حد الآن G Frame G Label G Button وتعرفونا كيف نستعمل Action Listener